في إطار التحضيرات لمعرض الكويت الدولي المزمع إطلاقه في دولة الكويت في العام 2018 وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الاختصالية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان مذكرة تفاهم في الأمانة العامة للتخطيط بخصوص التعاون الثنائي لتحضير معرض الكويت إكسبو 2018 الهدف من هذا المعرض هو ربط المشروعات الصغيرة واستفادة منها بالمعرفة دوليا وعالميا هذا تعزيزا لمبدأ ومفهوم الاقتصاد المعرفي والتي الحمد لله الأمانة كانت سباقة في ترسيخها ووضع مركز للاقتصاد المعرفي كان بدايتها في مؤتمر العام الماضي هناك زيارات مختلفة إلى دول مختلفة نحاول فيها جلب أكبر الشركات والتجارب المختلفة وتسلط الضوء على هذا الوطن لأننا نعتقد له قوة اقتصادية كبيرة جدا نعتقد وجود هذا المعرض بهذا التوقيت بالذات هو من أهداف استراتيجية تقوم فيها حكومة دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر